في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عبارة الحدود الوطنية تنشط في مجال استيراد المستزمات التبية وتمويل مختلف المخابر والعيادات بالتنسيق الدائم مع السيد وكيل جمهورية المختلف إقليميا ثم تلقيف ثلاث أشخاص من عمصيرها أحدهم رعية أجنبية كانوا يقومون بتهريب مبالغ مالية محتبرة من رؤوس أموال نحو الخارج عن طريق تسخين فواتر الاستيراد وطبيع العائدات الإجرامية العملية أسفرت عن حق كمية محتبرة من كوشف تحالي الطبية منتهي الصلاحية قدرت قيمته الإجمالية بحاول 2 مليون أورو استرجاع أربع مركبات، هواتف مقالة، أختم مقلادة وفواتير لحين قدرت مبالغ المالية المهربة نحو الخارج بحاولي 1 مليون و 600 ألف أورو 75 مليون ياباني ما يعادي حاولي 35 مليار فونتين مسببين ضررا للخزينة العمومية في حدود 65 مليار فونتين بعد استكمال إجراءات تحقيق تم إنجاز ملف قضائي وتقديم أطراف أمام السيد وكيل جمهورية المختلف إقليميا ترجمة نانسي قنقر